في رحاب التربية الإسلامية للسنة الخامسة الابتدائي التزكية صورة النازعات واحد الآيات من واحد إلى ستة وعشرون الصفحة واحد وعشرون والصفحة اثنان وعشرون إذن أستمعوا بخشوع وأقرأوا إذن سنقرأوا من الآية واحد إلى الآية ستة وعشرون من صورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئن لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاهرة فإذا هم بالصاهرة فإذا هم بالصاهرة هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا إذ ذهب لا فرعون إنه طغى فقل هلك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فاراه لا يتلكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقالنا ربكم لعلى فأخذه الله نكال لآخرة ولولا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العظيم إذن أسباب نزول هذه السورة إذن عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى أنزل الله عز وجل فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إذن هذه كانت تتمة الصورة إذن هذه هي السبب لنزول هذه الصورة يعني كانوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة فنزلت هذه الآية إذن ننتقل إلى صفحة الموالية إذن صفحة الموالية هي هذه لذلك سنجوّع الأسئلة التي تمها إذن أتعرف القاعدة التجويدية إذن نقل الحركة نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها مع إسقاط الهمزة ويشترط في الساكن أن يكون أن لا يكون حركة مد إذن هذا الشيء سنشوفوه هل أتاك هل أتاك إذن هل هل أتاك إذن هنا شنوقع هل أتاك هنا كانت عنا حرف ساكن هل ومن بعد منه جاية الهمزة إذن في الحقيقة ستكون هل أتاك إذن شنوقع هنا نقلنا الحركة أصبحت هنا مصوبة وهنا همزة توصل وقرناها هل أتاك إذن هذه الحالة كنا أيضا في إذهاب إلى إذهاب إلى في الواقع إذهاب إلى يكون ساكن يكون عنده السكن ولكن مني جاية الهمزة إذهاب إلى إذهاب إلى هل أتاك هل أتاك هل أتاك هل أتاك هل أتاك إذهاب إلى إذهاب إلى هل أتاك هل أتاك هل أتاك هل أتاك هل أتاك إذهاب إلى ساكن Hilal النحي الرجفة يعني هو وه 둘 kara iring وهو واجفة ماذا تعني واحدة؟ خائفة إذن خائفة زجرة واحدة صيحة واحدة واحدة إذن أكتسبوا إذن سأنتقلوا أكتسبوا أكتسبوا أنا أفهم إذن أكتسبوا خلق الله تعالى أصنافاً من الملائكة أكتسبوا خلقهم في أمور عديدة إذن هذه الصورة في البداية تتكلم عن أنواع الملائكة ولهذا خلق الله أصناف الملائكة لكي يسخرهم ويستعملهم الملائكة وفي الآية يفعلون ما يمرون كل ما أمر به الله يطبقه الملائكة الملائكة ليست مثل الإنسان إنسان يعصل الله الملائكة لا يعصلنا الله يطبقون ما يمر صحيح؟ هما ليست مثل الإنسان يخطئ الملائكة لا تخطئ لكي يطبق الله ركشال هما قالوا الله تعالى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الملائكة هما قالوا الله ما ستجعل في الأرشيح قال لهم إني أعلم ما لا تعلم قال لهم أنا رأني عارف علش يعني نزلت الإنسان من الأرض ما خليتوش في الجنة إذن من اغتر بقوله وتجاوز حده انتقم الله سبحانه ومنه إذن طبيعة الحال يتجاوز هذا من ما يكتسب من هذه الصورة بحال بفرعون فرعون إنه طاغا وعصا عصا وتكبرا وتغبرا وحشرا فانادا فحشرا فانادا يعني يجمع الناس فقال أنا ربكم وليعلم وقال له أنا نطلع لعنبه الرب لي الموسى وهذا كان في آيات أخرى إذن الله تعالى انتقم منه حيث غرقا وبقيته وبقيته إلى يومنا نحن إذن أقوم بتعلماتي أو أقوم أقوم تعلماتي السؤال الأول الملك إسرافيل ينفخ في الصور مرتين بما سمى الله النبخة الأولى وبما سمى النبخة التالية إذن في الصورة ما يقول هنا الله سبحانه وتعالى فالمدبرات المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة أكثر على الراجفة وهو الدبقة وبما سمى الراجفة الأول تتبع الراجفة هنا نخلص أمرا أما سمى الملخة أمرا ثم الراجفة ثم الراجفة ويومات بما سمى الراجفة حدد الآية الدلة على ذلك إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى الواحد الذي يتكلم مع الله هو موسى للسلام إذهب إلى فرعون هل انتفع فرعون بالمواعد والآيات؟ نعم كيف انتفع فرعون بالمواعد موسى و أخاه هارون؟ لأنه كذب وعصى وأدبر يسعى نعم إذا لم ينتفع لم ينتفع بمواعد بالمواعد والآيات إذا لم ينتفع بالمواعد والآيات ما هو الآية؟ الآية هي العاصة نعم الآية وهي المعجزة للموسى عليه السلام إذا لم ينتفع وإنما كذب وعصى وإنما كذب وعصى وإنما كذب وعصى وإنما كذب وعصى استخرج من النص الكريم الكلمات الحاملة للقاعدة الجويذية نقل الحركة نعم إذا هنا في المص القرآ سوف نرى مثلا 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 هنا يقولون أئن لماذا لا تسقطت الهمزة؟ لا يوجد ساكن لأن هذا لا يوجد ساكن حرف النن هنا لا يوجد ساكن لأنه كان ساكن ستعطينا نقل الحركة نعم هنا هنا مثلا 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 المثلا المثلا الثالثة 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 ثم ثم يذهب إلى ساكن ولكن ماذا يأخذنا هنا لم يقفل المثلا الثالثة 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 ثم أهدئك إلا هدئك إلى لا نخص نطق همزة ثم أذباره لأن هذا الحرف الميم ليس ساكن هنا أيضا فقال أنا إذا هذا نفتور إذا كان ساكن ستعطينا نقل الحرك نوضح هذا هو المفهم إذا لدينا حالات هلا تاك هلا تاك اذهب إلى هلا تاك اذهب إلى إذن هنا نقل الحركة هلا تاك اذهب إلى إذن هنا قائدة جويدية لدينا فهذا الحرف أذكر معاني السؤال الموالي معاني الكلمات الأتية إذن أذكرهم شفويا إذن النازعات النازعات الملائكة الملائكة التي تنزع أرواح الكفر بشبه يعني النازعات هي ملائكة مخصصة الكفر كما مثل الروح تسل شوكة من العجين كما تنزع الروح الكفر و ما هي النازعات التي تسل أرواح المؤمنين بخفة تحيد شعر من العجينة شعر من العجينة سهل تنزع الروح هذه ملائكة خاصة من نزع الروح الكفر المؤمنين لا نقول نزع سل لا سل الروح السابحات هي ملائكة تقبل أرواح وتسبح في الكون في الماء في الهواء سابحات السابقات هي ملائكة سابقة إلى قول الحق هذه كلهم ملائكة والمدبرات تدبر تدبر الأمور في السماء والأرض هي ملائكة تدبر هذه كلهم من ملائكة كل واحد عند الدور ننتقل إلى السؤال الآخر اكتب من بداية الصورة إلى قوله تعالى فكذب وعصى لا نستطيع أن نكتب النص نستطيع أن نقراوح نعود أن نقراوح ولكن نحترم القواعد يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون أئنا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالصاهرة هلتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب لا فرعون إنه طغى فقل إذهب لا فرعون إنه إنه إذهب لا فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه لا يت الكبرى فكذب وعصى صدق الله العظيم ونكون قد انتهينا من هذا الموضوع حولا سورة النازعات الآيات واحد إلى ستة وعشره موسيقى ثقعة موسيقى